أولاً شفافية الرقم هنا هي اللي تقضي على البيروقراطية والرقم هنا هي اللي تعطي العدد الحقيقي هي اللي تمد الإحصائيات الحقيقية ما تقدرش أنت هي تروح تروح تدير روسانسمن وتقول عندي لازم يكون هاد لازم تكون تكون على مستوى عرضية دقيقة تكون على مستوى بطاقة معلومات وبطاقة المعلومات هذه لازم تكون مرقم هنا وما تقدرش تكون على مستوى دفتر وتقول لي رح نحسب هنا واحد جهو جهر ما كيف منها هذه المنكس الوطني للسجيل التجاري يعني الرقمانة هذا الرقمانة في الحقيقة تبدأ في تسجيل كل المعلومات اللي عندك على مستوى بطاقة معلومات ونحن بدنا في المركز الوطني للسجيل التجاري في التسجيل منذ 84 مرع نشقfor ليوم حقيقا فيما سبق كان التسجيل على مستوى الفروع المحليات كان يسجل في السجيل التجاري يعني السجيل الكبير ويعطيهم مستخرج لكن المعلومات كلها هذه منذ سنة 84 نسمحنا ندونها على بطاقة معلومات بطاقة وطنية للمعلومات وهذه البطاقة هي بطاقة بطاقة مرقمنة والإجراءات خاصة اليوم نحن اليوم عندنا كل هذه التكنولوجيات الجديدة تالإعلام الآلي تسمح لنا باش نروحوا بطريقة سهلة سهلة جدا إلى رقمنا وليس ما نروحوش لرقمنا كان عامل يعني ندروله حساب عامل يعني القيمة يعني لوكو باش طرح لرقمنا فيه تطبيقات لازم تطبيقات تشريها فيه يعني آلات لازم آلات تشريها لكن هذا ما يسمح المدرة الإيكيفالان ديالها مع المصارف التي تصرف قوشة دروات يعني تقدر على الأقل تراترابي فيها هي شوف لازم تعود للإرادة الأولية على مستوى القطاع هذا يطيله مليون نتكلم على سجل التجاري نعم وعلى رأسيه وزارة تجاري وزارة تجاري أنا نجو ذراء سائل من خير لا لا معلش أنا نقول باللي أنا نتكلم على السجل السجل التجاري اليوم اليوم كل الخدمات التي قدمها المركز الوطني السجل التجاري اليوم أنا نقولها ونعاودها مو رقمنا يعني الإجراءات كل الإجراءات وكل الخدمات فيما يخص سجيل تجاري فيما يخص إدعاء الحسابات الاجتماعية فيما يخص مدولة نشاطات اقتصادية فيما يخص الروهون الحيازية فيما يخص الاعتمادة فيما يخص كل كل الأمور المتعلقة بالسجيل التجاري اليوم راهي مرقمنا على مستوى كين بوابة بوابة المركز للسجيل التجاري المسمى سجيل كوب الإنسان اليوم للمواطن نسهله الأمر أيضا فيه دور الذهنيات أيضا لازم حتى المواطن الجزائري يغير